اعتمدت وزارة الصناعة والتجارة وسياحة القرار رقم 39 لعام 2022 بشأن منع تصنيع أو استيراد أو تداول منتجات كرات الخرز المغناطسي القرار الذي دخل حيز التنفيذ منذ 15 من إبريل الجاري نص على حظر تصنيع وتداول واستيراد هذه المنتجات نظرا لخطورتها العالية ومعاقبة كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في قانون المواصفات والمقاييس ويهدف القرار إلى تعزيز حماية سلامة فئة الأطفال من الأضرار الوخيمة المترتبة على استخدام هذا النوع من المنتجات هذا وأكدت الوزارة أنها تعمل بشكل مكثف لاتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة الأطفال داعية إلى ضرورة انتباه الأهالي إلى سلوك أطفالهم والتخلص من منتجات كرات الخرز المغناطسي في المنزل